انا اسمي سامير مرقص رفلة أستاذ متفرغ في قسم القلب كلية طب جامعة الإسكندرية ورئيس قسم القلب الأسبق الموضوع ده موضوع حيوي وللأسف الشديد كل شوية نسمع في الجرائد وفي المجتمع وفي الفيسبوك ان واحد طب ساكت وبصحوم مسحيش او كان بيلعب كرة وقع مات او كان بيعوم مات فالتوقف القلب المفاجئ ده بدون اي مقدمات او حتى يكون في مقدمات بسيطة ومش متوقع ان يجي تعريف توقف القلب المفاجئ او صدن كاردك ديس تلت كلمات اول حاجة انه في خلال مدة بسيطة من الشكوى واحد قال اي 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 يا سدري وقلبه وقف خلال ساعة من الشكوى او 24 ساعة لو ما كانش فيه شهود على المريض الحاجة التانية من سبب في القلب يعني مش ضربة رصاصة او مرة وقعت عليه ما اسموش كده صدن كاردك ديس فصدن كاردك ديس حاجة من القلب تالت حاجة اللي الناس مش واخدين بالهم منها وحتى داكاترة متصورين اللي القلب كان سليم خالص قبل كده لا القلب كان فيه كورونا ردزيز وفيه ضيق في الشرايين وفيه ضيق في صمام الاورطة وعنده امراض ولكن بيروح شغله كل يوم افترض انا دلوقتي بشتغل وفيه شيء في القلب فاللي بيجيله صدن كاردك ديس مش معناه ان قلبه كان سليم مية في المية لا هو عنده القلب ولما بنرجع الملفات بعد كده نلاقي فيه كذا اربع حاجات والاهل يقوله دا كان سليم مين قال كان سليم هو بس عمل فحوص ومحدش قال لكم ان فيه عنده ضيق في صمام الاورطة وضيق في الشرايين وتضخم في عضرة القلب وهبوط في القلب فنرجع بقى اول حاجة احنا قلنا التعريف مرة تانية تعريف توقف القلب المفاجئ تلات كلمات ان يكون من سبب في القلب مرض في القلب وان يكون مفاجئ في خلال ساعة او اربعة وعشرين ساعة وان يكون من حاجة موجودة في القلب قبل كده او حتى لو كانتش حتى لو كان القلب سليم فليا ما شفنا اللي نزل يعوم غرق قلبه وقف او هو نعم في السرير غرق او انفعل انفعال بسيط غرق قلبه وقف الانفعال البسيط ده هو بيهيج بقرة كهربية مرض معين يخلي يحصل رفة بطاينية غير كلمة رفة قزينية رفة بطاينية هي دي اللي توقف القلب الرفة القزينية مش هتوقف القلب الامراض كتير جدا في كهربية القلب الحاجة المهمة جدا تضخم عضلة القلب يؤدي الى توقف القلب المفاجئ التضخم ده اول سبب ليه ارتفاع ضقت الدم للأسف الشديد العيان يقول ما عنديش ضغط او عندي ضغط باخد علاجه بتاخد ايه عم بياخد حباية الصبح طب ما يمكن علاجك جرعة اربع امثال الجرعة اللي انت بتاخدها واعمل ايكو اللي هي موجات صوتية شاعة تلفزيونية ايكو دوبلر على القلب الاقي في تضخم اقول له انت كان عندك ضغط مهمل فالضغط المهمل ده بيؤدي لتضخم يقعد يحلف لا 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 انا باخد العلاج طب ما انت قسته كل يوم لا انت واجي اسهوله على ايه مية وسبعين على مية ده ده كويس انا بلايه ارقام اسوأ من كده وهو بياخد علاج فكل دي اسباب توقف القلب المفاجئ الفحوص اللي ممكن اعملها الواحد لو جاله قلم في الصدر او جاله دقات غير منتظمة او جاله اغماء نعمل رسم قلب عادي ده ابسط حاجة نعمل رسم قلبي بالمجهود رسم قلبي بالمجهود ده شيء مقدس مهم مفيد جدا نعمل موجات صوتية ايكو دوبلر للقلب اشعة التلفزيونية متوفرة في كل حتة يعني كل دي اجراءات بسيطة خالص لو شكيت ان في ديق في الشرائين التاجية يستحق ان انا اعمل اشعة مقطعية ملت سلايس تي اشعة مقطعية مية تمانية وعشين مقطع تمانها الفين وسبعمائة الفين وثمانمائة جنيه لو وصل الامر الى اني شايف ان في ديق شديد اكيد في الشرايين بنعمل اسطرة تشخيصية لو لقيت في ديق في الشرياء اكتر من سابعين تمانين تسعين في المية بنعمل توسيع بالبلون ودعمة ايه تاني اجراءات نعملها فحوص بنعمل نسبة كلستيرول وبنعمل تحليل غضة درقية ووظيف كليا وطب لقينا عند العيان ضغط علاجه سهل ومحدش يقول ده غالي لا في ادوية بدائل رخيصة لقيت عنده غضة درقية علاجها سهل التغيير نمط الحياة اللي هي عنده سمنة الراجل جاي وزنه مية وعشرة ومش دريان ان المية وعشرة دي تعتبر شيء مؤسف جدا فالوزن الطبيعي الطول ناقص مية يعني لو هو مية اربعة وسبعين سنتي يبقى اربعة وسبعين كيلو انما مية واربعة دي يبقى عنده كام تلاتين كيلو زيادة فلازم السكر لازم يتزبط والضغط يتزبط الست لو عندها انيميا تزبطها العصبية والنرفزة في ناس تتخانق من اقل شيء فلازم نعلم الانسان انه يبقى متسامح متسامح دي يعني مش كل من داس على رجلك تمسك في خناقه انا اشوف اتنين بيتخانقوا مع بعض مجرد كان هيخبط له العربي كان هيخبطها مش خبطها تقوم خناقه للصبح فالتسامح ده جزء من نمط الحياة ان اتجنب الانفعال القناعة انا جالي قرش وزميلي جاله مليون انا راضي بنصيبي فالقناعة دي تخليني عايش ان بيس تقليل الاكل يا ربي يخلي فيه نعمة وخير ويبقى الاكل كتير بس مش معناه ان انا اكل المعدة بتفرز هرمون اسمه غريلين احنا مسمينه النصاب ده بيفتح الشهية على فاضي يبقى العيان حيموت من الجوع هو جسم مش نقصه اكل ويمصر ياكل هو لو عمل تحليل سكر حيلاء السكر طبيعي ولو فرضا مريضة السكر قالت ده انا بعمل تحليل ولاقي السكر كان واطي يعني احساسي بالجوع كان عن حق وفعندها نقص سكر ربع رغيف يصلح وجود السكر انما هي مجرد ما تحس ان فيه جوع ونقص سكر تروح واكلة اكلة فيها الفين صورة حرارة يبقى هل حصل ان واحد عمل رسم قلب وتقال له الرسم سليم وبعد كده قلبه وقف ايوا الرسم ده يبين الحقيقة في خمسين في المية بس لازم ايكو موجات صوتية ايكو دوبلر ولازم رسم قلب بالمجهود فيه حاجة مهمة بنركبها الواحدة جالها اغماء بنركب جهاز يسجل نبض القلب تمانية واربعين ساعة او اتنين وسبعين ساعة اسمه هولتر مونيتر جهاز صغير زي الموبايل وتروح بيه وعمري ما قلت العين الديني البطاقة ولا الديني فلوس زيادة وييجي ويصلي ان في التمانية واربعين ساعة دي الدقات الغير منتظمة او الاغماء اللي بيجيله يحصل في التمانية واربعين ساعة دي عشان في اللحظة دي اشوف القلب فعلا توقف او الدقات زادت اوي او وقفت اوي وادر عرف التشخيص والعلاجة فجهاز الهولتر ده جهاز حساس ومهم ومفيد وبنركبه كتير ويا ما بين الحقيقة طب هل في علاج وقائي اخده لو انا شكيت ان المريض ده عنده استعداد ان قلبه يقف اه فيه اولا فيه ادوية لتنظيم ضربات القلب لو لو المرض فيه ديك في الشرايين هعمل توسيع للشرايين بالبالون لو المرض تضخم في عضلة القلب ازبط الضغط بصورة احسن فيه ادوية ضيعة التضخم لو هو عنده عب خلقي مولود بالكهربية زيادة زي امراض اللي فيها بتنشق لونج كيو تي وبروجادة الاسماء صعب ان انا اقول اسمها ايه بالعربي فدي امراض تبان في رسم القلب بنده ادوية لتنظيم ضربات القلب تمنع ان يجيله رفة بطينية اضعف الايمان لو فعلا ان حصل ان قلبه وقف مرة وقدرنا في لحظة نلحقه في المستشفى ونعمل صدمة كهربية ونرجع القلب تنشيط القلب ونرجع القلب يشتغل تاني في الحالة دي بنركب جهاز صدمات كهربية جهاز صغير قد البس ميكر بيركب كل ما القلب يقف يشغله كل ما يجيله رفة بطينية يدي له صدمة كهربية اسمه اي سي دي فيه امكانيات كتيرة يا ما حصل ان واحد كان عنده مرض من اللي بيؤدي الى توقف القلب واخوه عنده نفس المرض وقلبه وقف ومات وقلنا له انت عندك استعداد ان قلبك يقف فمحتاج نركب لك الجهاز بغض النظر عن الفلوس هو العيان رفض مش مقتنع وبعدك فترة حصل ان القلب وقف وضايد فالاجهزة دي موجودة وبتمنع توقف لالب بس طبعا مش هنركبها بدون داعي اصلي مش لعبة هي يعني انا لو عملتلك رسم قلب عادي دي اجراء بسيط عملتلك موجات صوتية اجراء بسيط عملتلك رسم قلب بالمجهود او عملتلك تسجيل نبض القلب 48 ساعة ده اجراء بسيط انما عشان اركب جهاز صدمة كهربية لازم طبقا لقوانين او قواعد او جايدلاينز تعليمات العالم ماشي بيها بحيث ان انا وانا في امريكا مقدرش اركب لعيان هذا الجهاز الا يبقى عندي مستند ان عنده المرض الذي يؤدي الى توقف القلب ويستحق هذا الجهاز فكل دي بريكوشنز يا رب ما حدش يشوف حاجة وحشة لا لي ولا لعيلته ولا اي اصحابه ويا رب ما تحصلش حكاية توقف القلب المفاجئ ده هيت اللي للأسف الشديد عندنا في الفيسبوك حتى في دكاترة مش بس عامة الناس ويبقى الراجل اللي عمره شرب سجاير ولا له كرش وملتزم بنمط الحياة الطبيق اللي هو ما فيش اكل زيادة وما فيش سجاير وفجأة لاقي القلب وقف فهو مرض منتشر وربنا يحفظنا جميعا ويحفظكم ويبنى عنكم كل حاجة وحشة وارجو ما يكونش المقالة فيها تخويف ولكن فيها توعية واتمنى لكم كل خير سامير مرء صرفلة أستاذ متفرغ قسم القلب جامعة السكندرية